اعرب سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب ورياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية عن سعادته بالمشاركة الواسعة من قبل الشباب البحريني بمصابقة الهير ضمن منافسات الأسبوع الأول على كأس نجله سمو الشيخ حمد بن ناصر بن حمد الخليفة والذي يأتي ضمن موسم ناصر بن حمد للموروث البحري الذي يقام تحت رعاية سموه وتنظمه لجنة رياضات الموروث الشعبي والذي تستمر منافساته حتى يوم السابع والعشرين من أكتوبر المقبل وقال سموه نعرب عن سعادتنا بالمشاركة الواسعة للشباب في أولى مسابقات الهير ضمن موسم الموروث البحري والذي يعكس مدى حرص الشباب البحريني في المشاركة في البطولات المحلية المختلفة والذي يؤكد على قدرتهم في خوض التحدي والمنافسة فهذه المشاركة ستدفع بكل تأكيد في ظهور المصابقة على الشكل التي أو الذي تخدم تظلعاتنا لتعزيز ثقافة الرياضات التراثية البحرية وتدفع الشباب نحو تمسكهم بهويتهم الوطنية الأصيلة النابعة من تراثنا العريق المتوارث عن الأجداد والأباء مشيدا سموه بالمستويات الكبيرة التي قدمها الشباب خلال هذه المشاركة والتي ساهمت في إبراز هذا النوع من الموروث الرياضي وأضف سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة أن موسم الموروث البحري سيساهم في تعزيز الهوية والثقافة والتراث الوطني من خلال ما يحمله من أهداف واضحة المعالم لدعم هذا الجانب الهام من تاريخ مملكة البحرين مشيرا سموه إلى أن هذا الموسم يعتبر عنصر جذب لكل من يريد أن يتعرف على تراث البحرين وتحديدا الجانب البحري هذا وقد أقيمت منافسات مسابقة الهير ضمن مسابقات الأسبوع الأول على كأس سمو الشيخ حمد بن ناصر بن حمد الخليفة والتي شهدت مشاركة 180 شابا بحرينيا يمثلون الفرق المشاركة بالمسابقة شكرا